أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لدنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا إلى الأغطان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يحصرون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشر الرحمن بالغي فبشروا بمغفرةهم وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدهم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إذ ما إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشع مثلنا وما أنزل ورحمان من شيء إن أنتم إلا تأذنون قالوا ربنا يعلم فينا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا فطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون وجاء من أحصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم هتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتبعوا من دونه آلهة إن يردد الرحمن إن يردد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا من نزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خوا من دون يا حسرة على الرباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أبلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كل ذا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منها فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازلها التاعات حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نبركهم فلا صريخ لهم ولا ينقضون إلا رحمة لنا ومتاع الملاحين وإذا أقيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلوة لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها عربين وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أمطحهم من لو يشاء الله من لو يشاء الله أطعمه إن أنتوا إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعهم طوصية ولا إلى أهدهم يرجعون ونفخ في الصور فإلا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محررون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أخحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكيرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيضا مجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعبدوا لي هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكن تعقلون هذه جممم التي كنتم ترعجون إصلوا هاليوم بما كنتم تكفرون اليوم نغطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ينجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغينا إنه إلا بكر وقرآن مبين لينذع من كان حيا ويحفق القول على الكافرين أولا يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالدون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشار أفلا يشكرون واتخذوا بإنته بالله آلهة لعلهم صرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسغرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أما خلقناه من نطفا فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارى فإذا أنتت منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول لهم فيكون فسبحان الذي بيده ملكون كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه من بيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغر في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاتهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخور وخلق الجان من مهرج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الأولو والمعجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرق لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجردون بسيماهم فينخذ بالمراصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجردون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نوضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما أفاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حرور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباركس ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافذة الوافع إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنك ولا ينزفون وفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منغود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهم إن شاء فجعلناهم أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحميم وغل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعواما وكنا ترابا وعواما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبدل أنفالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما وفعلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتقرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أن تنبرون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباطا ما ترى في خلق الرحمن إن تفاوت فارجع البصر إن ترى من فطور ثم ارجع البصر كوتين ينقلب إليك البصر خاسئا إليك البصر خاسئا وهو حسين وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِهَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئِسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَيْقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَعُجُومًا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُوا النَّذِينَ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَهَا نَذِينَ فَكَلَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِذْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْطِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا يَتَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُنْسِكُهُمَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُودٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورًا أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوبٍ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ رُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ نَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظُلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ نَعِيمٍ صدق الله العظيم